اشتركوا في القناة المكالمة دي استثنائلة ان عارف انت ايه وعارف كويس انك هتسمع الكلام اللي بتعمله الخطر وانت عارف نهايته كويس بفهم بفهم سعبتك صوت جبال الجبال واضح وهو يتلقى الاوامر الوافقة عليها المكالمة واضحة وصريحة لدرجة مش محتاجة اي تعليمها اشتركوا في القناة جمال من يوم معرفته عن طريق عالي وهو عامض وده كان بداي قوي اللي كان متجوزها عمرها ما فهمت ان ده عموده ده احلى حاجة فيه الست متحبش الراجل يبقى عمل زي الكتاب المفتوح عكس الراجل الحب يبقى شايف كل حاجة في الست ما تحبش تعرف خبايا الراجل واسراره تحب كل يوم كده تكتشف حاجة جيدة فيه تشوفه كل يوم بشكل مختلف كأنها بتتعرف عليه الاول مرة زي جمال كده ما هاتش قالك انك عايز تتعرفي لا بس سألوي انك ما بتفهمش يبقى ده حلوة عشان تشوفني مختلف كل شوية بس انا عارفك بتزهيق بسرعة لا يا حبيبي انا عارفة كده عنك من زمان اخذي ماش عايز والله مالك فيك ايه هتعمل ايه الجمال يا عشر دمال مين ده غامض ولا مكشوف والله انا غلطان انا جاي اتكلم مع واحدة حيوان زي عايب بس تعايب عادي بس مالك فيك ايه جمال هيبقى زي الفضل انا مسك قضيته وبعد ما تمسليش مفيش حد فيك وكلكو قلبه على جمال قبدي مالك وجبني فيك ايه كل مرة بتجيلك هنا بابقى فاكرا نيجاي الواحد باني ادم هيفهم بتلاقي حماض مش كده انا مش عايزة بيقولك ان انا فاهم كل حاجة لا تلاقي فاهم ايه بقى ان شاء الله فاهم انك بتحبي جمال وعلي ده بالنسبالك زي الجزم والشنطة والعربية الحاجات اللي بتجي بيها وتزاقي منها بسرعة انت بتقارن جمال باعلي قابل انا بقولك اللي جواجي انا مش انا مش مش يا فاهم بس اسرعي بقولك اما صدقت ان انت جتي ببعض من خلاص اسدي مش هقارن بلمان بحالي امشي يا علي امشي علي وحش علي كخة خلاص بقى في ايه ايوه يا بيت خلاص في ايه وقعدت ايوه بقى يا بيت خلاص خلاص ايوه انا لو عرف الحاجات ده كنت خلصت وقت ورجعتها بلدها من هو يا بابو بس ايه اللي وقع جمال باشا وقع زي كده مش مقامه الحكاة دي فيها عين ومتزق يعني يعني لحد قال عليه وموقعوا فيها ما تجيش اللي كده حيبان اهم حاجة زي ما فهمتك البيت تخرج بأسرع وقت لحد ما ده يحصل تخفيها عن عيون الجن نلبسها بطاقية ليخفي ولو ان يعني كنت اتربطت من الليساني معاها في ايه طلبت تطلع على جمال باشا وانا قلت لها انه امان يعني امان 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 ايه يا بابو امان ايه يا بابو او انا جايب من خواجاي وفقولك تفسحها البيت دي لو تشمي خبر انها لسه في مصر حتتنفخ وانت قابلة منها اتنفخ اتنفخ اتصلى على النبي عليبي اعتبرها في حجر امها خلاص البيت دي حكاياتها مشبكها ميت عين بتدور عليها قابل عزمي من ناحية وجوزها من ناحية وانا مدي جمال كلمة وموصيني انت اللي تخلص امان يا باشا ماشي سفرت خلاص ماشي اول ما تجهز قلمي ماشي بل اذنه اسمع مش هنتقبل تاني ها تلفونات بس والطريقة اللي انت عارفها تمام يا عليبي اه 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 طيب لهم هوا الحوار كده باشا ايه لزميته الساسبنس ده وعلي كان عايز منك يا بابا انت مش زومة لعدم المؤخذة تسألوا يا باشا كان عايزك عشان تولين مش كده تولين مين وبعدين بقى في يالتك دي تولين اللي انت مخبيها يا بابا وكان عايزك تصفرها له وهي لابسة طهية اللي اخفة صح اللا 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 احنا منشلحين بقى باشا طب انا شربت شاي ولا قهوة القهوة ده اشربها على روحك يا روحونك لو فضلت مكمل في الحوار ده قرية باشا ايه ده كده وقل لي طلباتك رسيني على الحوار انسى المشوار ده يا بابا عشان لو تم هيزعلك وهيزعى للناس منك قول له بابا نفسك تبقى مع الكبار ولا انت ويك تحت البرد بابا بزعلكو واحش قوة باشا مع الكبار طبعا انت بتعمل ايه دلوقتي شعر يمكن اروح المحطة ويمكن اكسر محطة اللا صحيح قوليلي هي البنت اللي قولي دي انزمة وانت ملك بيه انسى حال زو اجزبالة اشيخ زي ما بقولك من وره قلبك مرخي شكرا 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 انا اسفل عشو لانا جايلك فيوقت زايده من غير معد ليو لاا حالص خالص اه طب اتفضلي اه اه واضح انك مش غولة لا خالص دي سبولة عندي في المكتب فيه مشكلة كده فيه حاجاتية لا لا خالص، بعدين هبقى جيلك فوقت تاني عن قصلك روبا، روبا مش بقولنك سوقك سبالة ايوة ما قولك فيما هو منسوب اليك من اتخاذ شركة السياحة المملوكة ليكو بالشركة مع الغير كسيطار للتردد على عدة دول وعقد صفقات سلاح الشركة مستطر لأي حاجة كلها كان السفرية بشغلك انه بتفعل تسويق ورامج سياحية لما اتجرت السلاح نمليش علاقة بيه لكن الباني الورد من غرفة السياحة بيقول ان الشركة ما كانش ليها اي نشاط من وقت تشغيلها لا بالتسفير خارج البلاد ولا بيحضر افواق سياحية للبلاد والله ده طبيعي احنا لسه في بداية النشاط واي شركة جديدة اكيد ما بيجي لها الشغل على طول وما قولك فيما هو منسوب اليك من تلقيك معلومات ضرورية بالتنفيذ وتفجير الكنيسة قبل الحدث بساعات انا مش عام ساعاتك بيجيبي الكلام ده منين من مكالمة الصوت اللي تسجلتلك وانت بيتم تكلفك بالموضوع مكالمة صوت؟ انا مكالمة الصوت اللي تقالك فيها يحنا من امتى بن ناقش شغلنا في التليفونات هسمع عليك من امتى احنا بنوضح او بنتناقش في المكالمات؟ انا باكلمك المكالمة دي استثنائي لان عارف انت ايه وعارف كويس انك هتسمع الكلام اللي بتعمله خطر وانت عارف نهايته كويس مفهوم مفهوم سعدك اه افتكرته ولا هتقولي دي متفابريكا؟ لا خالص افتكرته ده صوتي فعلا وفكر كل كلمة قالت فيه كمان بس سعدك ممكن نسمعها تاني هتلاقي ان ايه مالاشي علاقه بالحد سعد تالي كانت فيه مشكلة في الشركة خيرها وسعدك عايز تفهمها كده بزمتك هتسمح لحد ان نوجهلك اوامر بالاسلوب الحد ده بخصوص الشركة اللي انت مالكها هنعمل ايه بقى في العشرة؟ راجل كبير قدوالدي بخيره في غراني طول عمر مين الراجل ده؟ نبيل بطانوني مين؟ اسمه نبيل بطانوني عايش بالمصر وايطاليا بولت سعدك يا بشر لو حد عايز نفذ عملية زي دي اكيد عنده مليون طريقه واستحلتوك مكلمة التلفون واحدة من النوم مش كده اقول ايه؟ اه عدين مش هاقولتك اصلا ايهه وجاته منين؟ ازاعة مبلع في برنامج ليلة برضو ها مافيه غيرها على كل ما عادته طاولت هنا كل ما يحكموا قبضتهم علي تفكر في ايه؟ قديني تليفونك الرقم ده بتاع واحد اسمه جبريل احفظ اسمه كويس مش هسجله لك كلمه وطمنه علي وقاله لازم اشوفه هنا السيارة كاية ايه ببعا يعني ده هعمل لك هي هعمل كتير ايه منصور الكوخي ده معارض ليه ضد القذافي لاجئ سياسي هنا في مصر هو ومراده بناته وجوازه بس لان اسمعت ان هم سافروا لندن هو عايش الواحده هنا في مصر طب سكر ده انت بذاكر اهو المنهج كله عنده طب خد بقى اللي برا المنهج ورقة اللجوء السياسي اللي جاية حميات رمت في الدرك وبعد ما كان عايش معزز مكرم بقى مقبوض عليه ومطلوب ان هو يتسلم القذافي خلال ربع عشرين ساعة من اخر كده نظامه اللي بقعه هيبطمنه من هناك اه دي مش جديدة المطلوب بقى من هنا هسي دي ان احنا راجل ده رجعه الاهل في لندن بقصة على وقت لا من شاف ولا من داري عمليه زي دي ما لهاش على جابريل ستايل وانا كنت مستني الكلمة دي ععافي ما كنت شمتها كنت تعرف انه راح من يدينا يا بوب ما لك فيها بقص الحركة زي دي كده وافكر يا طريب ممكن تحصل معايا في يوم الايام انا مش فاهم تعيسوا لي ايام انا وانت هو يا جمال صحاب وحبايب وعيشنا الموت سوا اكتر ما عيشنا مع اهلنا بس انت جمال الجبالي كنت ظابط قد الدنيا وضهرك لسه مسنود انا فتح بوب ومسجل سيطرة وفرض انفوز اه ضهري مسنود برضه مقولناش حاجة بس ممكن في اي وقت ظهر ده يتقطم واتسلم مش كده صحبي كده فعل بس يا بوبو انا من سات معرفتك وانت جدع معايا عشان كده مش هتحك عليك كل جواك ده ممكن يبقى صح ويحصل لك اكتر منه كمال بدل ما تقط الموستك وتتسلم تتمسح خالص تتدفن تحت الارض وارد ومش لوحدك على فكرة وارد يحصل لنا شخصيا بس يا بوبو اللي عايزك تتأكد منه حاجة واحدة بس ممكن اي حد في الدنيا يعملها معاك إلا انا بوبو ايوة عميل جبريلا اعمل بس اللي اقولك عليها اشف ماشي امي اذا كانت حياتك كلها ما كانتش مهمة بالنسبالك ليلى مش وقت تتكلم ده دلوقتي ولا في اي وقت دين سديني يا بريق معملتش كده تفتكر إني زي فريق معي؟ على الأقل تكوني عرفتي الحقيقة الحقيقة؟ اللي هو دا؟ هنا وبذلوقتي صح؟ أنا مش تعد ما عنديش مشاكل لإني خلاص ما عنديش حاجة تاني خبية عليك هو صار إيش عليك أنت؟ هو صار عليّي هنا أنت ما بتعرفش بسبب الجرال إيه وإنت بتعرفش بسبب الجرال إيه ما كانش ينفع تدخلي حادي بس خاص بنعني ما قدرتش أبنعك ياريتك مراتيني بلاشت أغبيني بزنب اللي جابيننا سبعاً بلاشت بق أنت وام عليّ أنا عارف أنت ممكن تفصولك نسمعيني وعارف أنت لو سمعتيني ممكن صدق كلامي كنت فكرة أني أكتر واحدة أستاذك في الدنيا طبع في غيري وتصور أني هسمعوا لا وإيه هصدقوا كمين ليلى إيش إحنا ما نعرفش بعضها لشان نسمع منك أي كلمة إنته حضرتك تفتكر المكالمة دي متفابريكة فعلاً؟ ممكن ليه لا؟ أما الحضرتك زغرتها في التحقيق ليه؟ أنا مش أخدها دليل إيداني عماد كل الحكامة بهزة عصابه علشان لما نكمل بعد شوية أعرف أخد منه اللي أنا عايزه صحبة الكارد دا وقفة برا يا فن خليت تفضل بسرعة دلوقتي بقى هنعرف إن كانت متفابريكة ولا لا دلوقتي بقى دلوقتي بقى خليش بكش فكرة أبويا يا مر ياه يا خميس من زمان ما شربتش كوباية شاي صعيدة حلوة كده انت قلتلي انت منين من يا باشا مركز ملاوي لا يا راجل ده احنا بلديات على كده انا من اين مركز ديشنا خط الصعيد كله اهل ونساهي يشرفنا يا باشا علشان كده بقى كنت عايز تسيب الكاهرة بزحمتها وقرفها وترجع البلد متعرفش سعبتك انا حفيت قدية عشان ده يحصل لك ما فيش فايدة برغم التأشيرات والتوصيات لا خلاص اعتبره حصل يا خميس هكلملك حد يعملك طلب استثناء من مساعد الوزير وقشرلك عليه كمان علشان جلال ابنك اما يخش الشرطة السنة الجاية ما يجيش حد يتكشف له ايه ويرخم عليه وانت عارف كل ما تبعد ايه بقى احسن لو حصلت هاداش اساوي معاشي واخرق خالص وتعطي عايشك بيدك برضو يا راجل ده كلام هو شغلك في الا صمح الله مساعدتك لو بتعرف قدية نفس جلال ابن ده يبقى صابت ده الامل اللي انا عايش عليه انا امه واخواته يا سلام لو الحلم لا تحقق بحقق وحقيقي يبقى ربنا سبحانه وتعالى نصفنا في الدنيا دي هيحصل بإذن الله وصي يا خميس انا قريت تحقيق نيابة معاك وعرفت انت قلت ايه قلت ان جمال الجبالي ما خرجش قبل الانفجار صح؟ صح يا باشا صح يا باشا قلت كده وقلت كمان لا يمكن يكون هو فاعل لانه لو كان هو كان هينصف الحادثة في حد يزرع قنبلة ويفضل اعجم بها يا باشا بالظبط صح الراجل ده متاخذ ظلمه لاشا انا عارف انه زميل سعادتك وتدور على برقته انا فاكر لما شفتكو مرة في الوزارة ومرة في الكنيسة انت مشوفت ناشي خميس لا في الوزارة ولا في الكنيسة ما شفتكوش انا شفتكوش ازاي لاشا ده اللي حصل يا خميس انت نظرك بها على قدك يا دوب شفت جمالي وداخلي وميق حط شنطة الكنبيلا وخرج بسرعة قبل الانفجار صح؟ ولا انا غلطان يا بالظابط مادام ليلى مفيش شك انك محاورة زاكية ومزيعة متقلقة وانا احترمت زكائك يبقى لازم تقدر الموقف اللي احنا فيه وتتكلمي معايا بصراحة وانا ما بحبش غير الصراحة ما انا بسألك اهو المكالمة دي مصدرها ايه مش عايزة تقوليه لا انا جاوبت حضرتك قلتلك مجهول بعد هالي مجهول؟ تقومك محترفة تزعيها كده على طول طالما متأكدة من سلامتها زي ما انا متأكدة نقعد قدامك بالظبط انا رجل ادلة وقراءة يعني علشان تأكيدك ده يوصلي لازم اتأكد من المصدر الاول هو في ايه؟ احنا افتح ايه رسمي؟ اكيد لا انا لما اتصلت بيك قلتلك مجرد دردشة يبقى خلص؟ بلاش تمسك في النقطة دي؟ بص بقى لو معرفتش اللي انا عايزه في الدردشة هاضطر اعرفه في التحقيق وتحقيق كده من غير اسباب؟ ازاي؟ فيه اسباب طبعا يكفى اقولك ان تخبيتي دليل ايدانا مهم عن النيابة وازعتيه بدون اذن او تصريح يعني وما احدثه ذلك من ضرر بالغ في اجراءات التحقيق وسير العدالة شفت بقى ان مفيش اسهل من الاسباب لفتح التحقيق؟ طب انا هعمل معك ديل كويس ما بقبلش المساومات مش تسمعوا الاول وبعدين تحكم؟ من بين الاسماء اللي اتصل بيهم المتهم اسم السفير بهجة سالم حتى دي وصلتك شغلي السفير بهجة سالم الله يرحمه الراحمة تجوز على الحي والميت السفير سالم عايش مستعدة خليك تقابله في بيته ترداشة برده زي دي بس بشرط تسمح لي اذيع وانشر كل اللي وصلني طبعا في ملاعب اجراءات التحقيق وسير العدالة هم؟ قلت ايه؟ انا طول عمر يا جمال كنت اقولك لما يكون عندك حاجة عايز تقولها قولها من نفسك من غير ما اضغط عليك ولا اسألك بس المرة دي يا ابني لأ لازم ما اسألك عشان اتطمن انت في حاجة مخبيه علي انت في حاجة ورحمت امنا عمي مخبيت عنك حاجة لأ خبيت يا جمال احفكرك فاكره انت صغير اللي عمينا كنت مسافر امك اللي ارحمت توفد كنت كل ما اتصل منبرع عشان اسأل عليها بتغرب من الاجابة وما تردش فاكره فاكره كنت ايامي انت لسه عايز صغير باعداني اللي عايز ايه كنت راجل يومي رحت ادف انت ابن نفسي بخدت العزم خلصت كل حاجة قلت لخلاني محدش يقولك بتوتش يقولك اي حاجة عشان انت كنت مسافر عشان ما تزعلش وما تعرفش عتعمل ايه كنت كل ما اتصل بك من برا مره وقولك بتيني امك عشان اكلمها بتغرب من الاجابة مره قولك نايمة ومره قولك عادي الكران ومره قولك نزلت تجيب حاجة من تحت مكنتش عايز ازعادك اكتر من كده عشان انت برا وصيبنا بقيت محتار تعمل ايه اضرابك عشانك خبيت علي ولا افرح بيك لانك بقيت راجل وتحملت المسؤولية لواحدك ومقولت ليش كل اللي بيجيلك عني كده انا ما عملتش كده مصدقني انا مش عايزك تخاف مصدقك يا ابني مصدقك بس انا كنت عايز اسمعي منك كده عايزك تمطمن انا مصدقك يا ابني انا مصدقك يا ابني انا مصدقك يا ابني انا مصدقك يا ابني قبل انت مالتولد مكنش عارفين ربنا حيرزقنا بايه ولد ولا بنت وانا عاد على القهوة مستاني البشارة وجم قالولي ربنا رزق هو ولد بدر بننور في جمال قلت اسميه ايه بدر ولا جمال ساعتها كان راديو بيزياء غنوى يا جمال يا حبيب الملايين الرئيس جمال الله يا رحمه قلت بس هو ده اسميه جمال عشان يطلع زيه عطرة وراجع وشم ما يخونش الحمد لله ربنا انا اصفلي فيك وطلعتك كده بحق بحقيق كان لازم اطلع كده عشان تربيتك عن الرجالي بس معناش هي الدنيا كده لما تحب ترزل علينا تدينا كدف تشوفنا هنستحمل ولا نقول له ايه لو استحملنا تزيد فيها ولو قلنا ايه تدوس علينا وتفرمنا ما قدمناش حل ان احنا نستحمل تشوف اخرتها معانا ايه حشان مرة الجاية احنا ندوس عليها ونفرمها شو 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 انا كده متطمن متطمن عليكم جبالي شاء الله ما روح لمك اقول الله انا رافع راسي اعملك بقى راجل ما بتقولش كده حاجة ربنا اديكي الصحة ويخليك لينا طوي اللي فقه عمره كده ما عليش عمله رؤيه مش ينفع سبت المنسب تنمت كده خلي بالك من نفسك حاجة اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى 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 أمرقاي ما حاجة؟ موالك؟ 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 موسيقى حاسبي hein؟ بنت عليها حاجة وعرف كويس انك هتسمع الكلام اللي بتعمله خطر وانت عرف نهايته كويس أفهم وأفهم ساعتك صوت جبال الجبال واضح وهو يتنقى الأوامر ووافق عليها المكالمة واضحة وصريحة لدرجة موسيقى 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 في حياتك البالي ما تزعلان عليك طبعاً حاجة تحصر أي قد يشوف ابنه في حالتك كده يلا ها استريح من صرتك ايه؟ عامل عصابك جنداوي؟ طيب، لما تشوفها تتحمل لي امتى؟ لو كنت فاكر ان هرياحك الليلة عشان حكاية تابوك دي؟ انسى هيك شابوك وابنك وعنتك الوسحة كلها تولع بجاز انت بتاعي، وانا مش هتحمل اشرف اشرف ابن الحمدلله السلامة كده برضو الحركات دي حركات ايه؟ و ايه اللي حصل؟ انا اقولك اللي حصل يا سيدي نازلين انا وانت مع جمادك بيت محامية كده طلعا، راح تبصو لك حبا لايناك واقع في الارض فين عم الرجايب تاع زماء؟ اللي كان لما يخش الحتة عندنا الحريم تحدي في نفسه من البلكونات اني اعملت والصائع جمال عامل ايه؟ جمال زي الفل والنبي ما تقلع عليه طمانتو؟ طمانتو ان انا كويس؟ انا قلت العالي اقوله والدكتور قالي ان انت يومين و هتخرج من هنا ان شاء الله ليه؟ هون عندي ايه؟ انا لازم اخرج من هنا حالة؟ يا عمي اهدى والنبي عمي اهدى الوقع بس اللي انت بقيتها عملت مشكلة بسيطة و هتخرج على طول ان شاء الله اه الله المشتعان مال وسليم فين؟ سليم في ريال خدته ايه؟ انا مكنش قدامي حل تاني يا حاج اهم و بارتو اشرف جمال اخوك وسليم يا ابنه لو حصل لي حاجة ايه يا عمي الكلام ده؟ مش عايزك تقولي حاجات دي والنبي اسمعني بس يا الشفر اسمعني يا ابنه اللي حصل ده كان انظار من ربنا عشان الحق اوصي اخلي بالك من سليم اسمع الكلام اللي عاله لك جمال عنه قل شفت جمال قل له قل له ابوك راضي عنك وبيديلك ربنا فوق كرب وصور ان شاء الله مكالمة تسجل وتصرب لو ايه؟ بتتزع على الملأ ايه؟ معناه ايه؟ معناه انه في حد رصدنا ساعدك تمام يا علي عايزك تحددلي بقى؟ مين بالصبت؟ حد في شركة الاتصالات رصد المكالمة وبعها للبرنامج في الحالة دي مش هتكون مكالمة واحدة بس ده هيكون خط مفتوح واللي فاتحه هو عارف بيعمل ايه كويس وده الاحتمال اللي عبعد سيادتك والله اقرب ان جهة سيادية معينة بتصافي حسابات مع ساعدتك وليه ما نقولش يا فندم انه جمال نفسه؟ هو مش هدد وقاله مش هيسكت جمال يا فندم بيتعمل بسياسة حرق الارض يعني بيهدي المعمد عن كله هل ايه؟ جمال كان بيسجل بخلمات؟ معرفش بس ساعدتك ده شيء ممكن ورطه جمال بيتصرف بزكاء لو كان بيفكر انه يبع عنده اي قدلة تحميل فعمره ما هيفكر في دليل زي ده وضره اكتر ماينفعه البيت اللي اسمها ليلى محبوب مش كانت صاحبته زمانه مظبوط يا باشا وقدمت تقرير تساعدتك وقتها بكل تفاصيل الحكاية من وقت ما بدأت لحد تخول الدكتور زاتون فيها دكتور زاتون راب عليك يا علي لأول مرة تفتكر حاجة صحة من زمان بيت دي كانت جرية من جوال الدكتور زاتون طيب بصوا بقى عم علي انا عايز تقرير متابعة عن ادق تفاصيل حياتها دقيقة بدقيقة عايزة تحس انها مرصودة بس بلاش اختراقات لغايتم اقول لك مفهوم؟ تمام سعد وانت بقى يا بشوق عايزة اكتداره على شركة الاتصالات لان هو ده اللي حتنى للوحيد تمام يا فقدم هتقول ليه تتفضلي؟ قبل اي حاجة انا اسفة عارفة انك زعلانة مني وعارفة اني خلفت وعدي معاك بس والله يا رب بس ايه يا علي اديني سبب واحد يخليكي تعمل اللي انتي عملت دا لو مش خايفة على نفسك كنت خافي علي ولو مش خايفة علينا احنا الاتنين كنت خافي على حق رضا حق رضا اللي راح ولسه برجعش لغاية دلوقتي انا ادتك الحاجة دي وانتي عارفة انيتها بالنسبة لها كويس انتي فاهمة وصلتنا لفين؟ فاهمة؟ طب ايدي ارغوكي تاتي ليه يا ليلة دي انا مريش في الدورية دي غيري دانتي الوحيدة اللي كنت بستأمنة على كل حاجة في حياتي تعمل ايه فياك دا؟ انا؟ يا روبا اللي عملته دا عملته اللي متؤكدة انه هيساعدنا ان يوصل للحقيقة ان هي حقيقة؟ انتي بتدوري على الحقيقة احمد الدخي بتاعك بس لكن حقيقة رضا ولا على بالك طب اسمعيني بقى انتي السديهات دي عندك من امتى؟ ارشيف تسكيلات بحالو الخزانة في بيتك من ساعة مريضة اخوك اختفى صح؟ يعني فكرة الخطر دي انتي حطاها جوا بيتك وعيشة معاها عادي ومش جديدة انتي مالك مالك بسمعيني بسمعيني انا كان لازم عمل كده لمصلحتي مش هنكر بس كمان لمصلحتك انا عرفت رضا خوكي واشتغلت معي رضا كان عنده نفس المشكلة اللي عندك يفضل اي دليل تحت ايده يتعب ويسافر ويدفق فلوس لغاية ما يجيبه واقوله يا رضا استغيله ومشوره وكشف الحقيقة كان دايما يتردد لغاية ما غيره يسبقه انتي فكي نفس الطبحة لازم حد يجبركم انه كنت اخدوا الخطوة يبقى كنتي عايزاني اعمل ايه؟ يا ربا ما تخفيش احنا اللي ضربناهم الضربة الاولى وفاجئناهم وهنجبيرهم يساعدونا ان يوصل للي احنا مندور عليه انا مش ناسي حتى اردهم ايه واع سمعك تقولي كده داني الملاحظة انك بدأت تفيد عصابك ولا بفقد عصابي ولا حاجة احنا عدنا بحاجات اصعب من دبي كتير وانت عارف اللي عملته في الزابط ده مكانش ينفع معلش يا علي اصلا ليه الادب وكان لازم يتربى وديك ربيته وطمنتك على ابوك ما تروق بقى لغاية ما نشوف لها حل انت كل مره بتيجي تسمعني نفس الكلماتين وما فيش حاجة بتحصل يا جمال الدنيا مقلوبة برا وانت اكيد عارف اللي البت المزيع عاملها وقابل منها تولين فهم طبعا اللي قصده انت عايش تقول ايه بالصد عارف يا جمال كل مره بتورط نفسك بسبب اللي تعرفهم ما بتسمعش كلام حد عندك حق عشان كده انا قررت اسمعك بس المره دي بقى وانت بتتكلم عايزك تعالي صوتك قوي انت بتتاري يا با لا خالص بس انا مش عايزك تعالي صوتك ليا انا عايزك تروح تعالي صوتك في النيابة وتقولهم احنا مين عايزك تقولهم انا وانت شغالين ايه والحساب مين عايزك تروح تقولهم ان انا وانت بكنا في الكنيسة انا عملت ايه وانت عملت ايه يا علي الكلام مفيش هسل منه بس ساعات السكوت بيبقى مهم مقاوي بس خلي بالك انه مش على طول وانا مساكت عملتلي ايه؟ عملتلي ايه من ساعة ما دخلت هنا؟ مش وار عملت عبدالي راح جاوب خلص لين نهر عمل بتديني في نصايح بيا علي يا علي مبافقد اعصابي كان زمانة كنت وابل عزم وناس كتير مشارع في المكاني طريقتك دي مالصح واللي حصل معي اكبر خلط يا جمال ابو العزم بيتحرق وانا كمان بيتحرق الحكاية مسي بيت عشان انت برا شايفت يا جمال علي طلو مكاني هتعمل ايه؟ هارب في بابيني برا المرة الجاية